تحت عنوان استقرار وطن عقدت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا هذه الندوة لدعم المشاركة الفعالة في الانتخابات البرلمانية ولحث الجمهور على التصويت لممارسة حقهم الدستوري وللحديث عن التحالف الوطني لقائمة من أجل مصر الذي يضم جميع التيارات السياسية المصرية بمختلف آرائها بانتخابة النواب 2020 أي مؤسسة ترى أنها أدرى على تنظيم وعلى حجد الناس لأنها تيجي وتشوف قائمة الوطنية وتشوف الناس بتتكلم إزاي وتشوف الانتخابات الجديدة والفكرة الجديدة الهيلة قائمة الموحدة المفروض أنه ده واجب على الجميع أنه المفروض أنه تقوم بكل المؤسسات الندوة اسمها استقرار وطن نحاول أن نرسخ فكرة الاستقرار بيكون إزاي وبنحاول أن نعمل حملة توعوية للمواطن المصري أنه ينزل يدلي بحقه الدستوري انزل قول أيوة انزل قول لأ ده قرارك في الآخر النهاردة احنا من نعمل الندوة عشان نقدر نفاهم الناس يعني ايه احتلاف يعني ايه ان احنا عزمنا مصلحة الوطن عن أي مصلحة ان احنا الحمد لله رب العالمين منتظرين من المواطن انه يمارس حقوقه السياسية وانه ينزل للسندوق ويدلي بصوته ويختار اللي يعجبه الندوة تضمنت نقاشات حول اهمية تحالف القوى السياسية والحزبية تحت مظلة حزب مستقبل وطن عبر القائمة الوطنية من اجل مصر في مشهد يحدث لاول مرة ولتأكيد على اننا امام ديمقراطية حقيقية وتعددية سياسية وحزبية احنا عايزين نشرح للجماهير بس اساس الانتخابات ايه قايمة وفردي وليه قوايم وليه البرلمان والمشرع اختار القايمة المغلقة والحقيقة فدينا اكبر عيب في عيوب القايمة المغلقة هي التعددية الحزبية الحقيقة هنشوف حتى في الجيزة في اكتر من عشر احزاب مع تنسيقية شباب الاحزاب شباب زي الورد واعد وصاعد ان شاء الله بإذن الله في الحياة السياسية احنا عايزين نتكلم احنا عايزين ايه نساعد بلدنا ازاي انا عن نفسي جاية اقول لهم النهاردة انتوا هتقدموا لنا ايه عشان تساعدوا البلد عشان تقولوا اه او لأ للقايمة ايا كانت القايمة مش مهم يختاروني مش مهم يختاروا الفردي المهم ينزلوا ويدلوا بصوتهم بنحاول يعني نعمل كل نفتح كل الملفات القديمة لبرلمان 2015 لسه محلهاش هنحاول نحلونا تقدم ببلدنا من خلال هذه التجربة ولازم الناس تنزل وتشارك وتصوت لان هي فعلا تجربة فريدة لان كوكبة جميلة معنا مرشحين نواب ليهم خبرات جميلة في كل المجالات كما تم القاء الضوء في الندوة عن دور مجلس النواب في المرحلة المقبلة لسيما في مرحلة تحتاج لبرلمان به توافق تعلو فيه مصلحة الوطن عن المصالح الشخصية وتستكمل من خلاله النجاحات المتواصلة في بناء دولة عصرية قوية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي